بسم الله الرحمن الرحيم ودار التوازي طبعا سأجعل كل من البطاريتين لهم نفس قيمة الفولتية 9 فولت 9 فولت من بكتوريا هذه المرة سأختار مصباحين كهربائيين فيلمنت لامب في كل دارة سيكون هناك مصباحين كهربائيين سأقوم وضحهم بترتيب معين سأختار أيضا مفتاح كهربائي ذو قدمين ليعضعوه في الدارة الأولى وليعضعوه في الدارة الثانية طبعا يمكن تكبير الشاشة أو تصغيرها من خلال استخدام العدسة المكبرة الآن سأقوم بالتوصيل كما نعمل في كل مرة نصل الأطراف مع بعضها البعض تلاحظون أنني لم أقوم بإيصال المصباح الآخر فقط قمت بعمل دارة كهربائية بسيطة الآن الآن يتم الإيصال من خلال سحب أحد أطراف المصباح ووصله مع أحد أطراف الأسلاك نفس الطريقة للجهة الأخرى بالنسبة للدارة الثانية أيضا ستم توصيل الأجزاء مع بعضها البعض وملاحظة كل من الدارتين بإمكاني نقل دارة كهربائية كاملة من خلال اختيارها أو تضليلها وسحبها لإبعادها عن الدارة الأخرى سنغلق الدارة الأولى دارة التوالي ونلاحظ إضاءة المصباحين سنقوم الآن بإغلاق دارة التوازي ونلاحظ الإضاءة طبعا هناك فرق في الإضاءة يمكن ملاحظته ولكن إذا قمنا بتغيير فولتية البطاريات لنجعل كل من البطاريات 5 فولت 5 فولت ستكون الملاحظة أكبر نفتح كل من الدارتين الآن نضيء الدارة الأولى نضيء الدارة الثانية نلاحظ أنه في حالة التوالي تكون الإضاءة أقل في حالة التوازي تكون الإضاءة أعلى هل يمكن لنا أن نضيف عدد آخر من المصابيح؟ نعم يمكن ولكن يجب الانتباه على أنه يجب فتح الدارة الكهربائية بالمفتاح قبل البدء بهذه العملية نذهب إلى البارس ليبلري ونأخذ مصباح كهربائي آخر طبعا نقوم بإزالة طرف السلك للتمكن من إضافة المصباح الآخر يمكن أيضا الحصول على مصباح كهربائي آخر لإضافته في هذه المنطقة ولكن يجب علينا تحريك الدار الكهربائي للأسفل قليلا لتكون الأمور واضحة أكثر الآن نبدأ بالتوصيل كالمعتاد ونوصل كل من الدارات الكهربائية دارة التوالي ودارة التوازي نغلق الدارة الكهربائية ونلاحظ الإضاءة أصبحت الإضاءة أقل نغلق الدارة الأخرى ونلاحظ أن الإضاءة لم تتأثر ترجمة نانسي قنقر